بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مدواني دروس تقنية ان شاء الله النهارة طبعا انا شرح جديد من شرحات الاندرويد هنتعلم مع بعض طريق استرجاع الصور المحزوفة في الاندرويد عن طريق الخطأ كتير من انا بيمسح صور من الاندرويد او بتتمسح منه عن طريق الخطأ وبيحاول يرجعها اه لكن ما بيعرفش طبعا في طرق كتيرة وفي برامج كتيرة وتطبيقات كتيرة ممكن تعمل لك الموضوع دوت لكن انا شخصيا النهاردة هشرح اه تطبيق هو اتعرض علي اه في احد الاعضاء اعرضوا علي على الجروب بتاعنا عن فيسبوك والحقيقة انا كنت اعرف التطبيق لكن ما كنتش بحب استخدمه اه بس اه تقريبا هم عملوا تحديث للتطبيق او حاجة من ديت فلما جيت استخدمه مرة تانية لقيت التطبيق فعلا فعال معي وبدأ يرجع لي الصور كانت محزوفة عندي على الاندرويد طبعا التطبيق اسمه ديسك دجر زي ما احنا شافين في منه النسخة المجانية وفي منه النسخة المدفوعة. ايه الفرق بينهم من النسخة المجانية يا جماعة اه بتشتغل على هواتف اللي ما فيهاش روت? اما النسخة المدفوعة بتشتغل على الهواتف اللي فيها روت طب في ناس هتسأل هلأ وانا مش عامل روت ده هيأسر على اداء البرنامج هو اكيد طبعا هيأسر لكن بنسبة صغيرة لان الروت بسمح للتليفون ان هو يعمل اه بحس شامل او كامل على الصور اللي اتمسحت. اما التطبيق المجاني بيعمل يعني فحص آآ مش مش كبير قوي او مش شامل قوي يعني بيبقى زي آآ يعني اصغر شوية في المهمة بتاعته لكن برضو بيجيب لك بعض الصور. النهاردة انا شرحي على النسخة المجانية لان انا الحقيقة مش عامل الروت للتليفون بتاعي. فانت طبعا هتحمل النسخة المجانية او النسخة المدفوعة هكون هتقلق الرابطين اسفل الفيديو. آآ النسخة المجانية هتحملها من خلال اما النسخة المدفوعة هرفعها لك على الرابط خارجي لانه طبعا ما فيش امكانية ان انت تحملها من وانت طبعا لو عامل الافضل ان انت تسطب النسخة او النسخة المجانية. انا شغل على النسخة المجانية طبعا لان انا ما عنديش زي ما قلت. آآ طبعا ده انا ده شكل تطبيق زي ما احنا شايفين اسمه اللي هو شكل العدسة دوت هتيجي تفتح التطبيق. زي ما احنا شايفين عندك اول اختيار فوق اللي هو بنقصين مكتوب وتاني اختيار اللي هو زي ما قلت لك مش بيحتاج اللي هو النسخة المجانية اما طبعا الفول روت بيحتاج ودي في النسخة المدفوعة وانت عليه بتختار ازا كان هاتفك او تليفونك عليه روت آآ بتختار آآ النسخة البرو طبعا انا بفضل النسخة البرو طيب كل اللي علاية دلوقتي هدوس على كلمة ستارت بيزيك فوتو سكان وهيبدأ يعمل سيرش عن كل الصور اللي كانت عندي على الاندرويد زي ما احنا شايفين طبعا انا عندي صور كتيرة جدا على الاندرويد في منها موجود وفي منها اتمسح هو بيجيب لك كل الصور اللي اتمسحت واللي موجودة طبعا انت بتختار انت عايز ترجع ايه منهم طبعا انت بتبقى عارف اين نسخة الصور اللي اتمسحت وبتحاول ترجعها مرة اخرى طيب انا هفترض مسلا ان مسلا الصورتين دول مسلا انا حابب ارجعهم فانا بعلم صحة على الصور اللي انا حابب ارجعها او بعمل عليها من خلال المربع الصور اللي موجود فوق كل صورة. تمام? طبعا هو تحت زي ما احنا شايفين لسه دايرة بكلف. فطول ما الدايرة دي بكلف كده يبقى لسه بيعمل فحص عن الصور. طبعا هو مش بياخد وقت على حسب كمية الصور اللي كانت عندك وتمسحت. طيب انا هفترض ان هو خلص اقدر ارجع الصور عادي جدا هو شغال مش هستنى لحد ما يخلص. هعلم على الصورتين دول زي ما احنا شايفين. وهدوس فوق على كلمة اللي هو السهم اللي بيجي دي لك تلات اختيارات. طبعا انت حابب ترجع الصور على التليفون بتاعك. فبتختار الاختيار في النص اللي هو اللي هو الاختيار اللي في النص داوات. تمام? بيقول لك اختار اللي انت عايز تحفظ فيه. انا مسلا هختار مسلا هنا بيقول لك ماشي اوكي. هختار وبعدين هدوس على اوكي. هنا بيقول لك اهو. فلو انت عايز تعمل خلاص يبقى تحمل النصح البرو من الاول. انا طبعا عشان ما عنديش روت على التليفون فبستخدم النسخة المجانية. هدوس على وهرجع هدخل على ماي فايلز واشوف هل الصور راجعت ولا لا هدخل على دولود. هلاقي الصورتين اهم. دي اول صورة ودي تاني صورة. زي ما احنا شايفين دي صورة ودي تاني صورة. كده الصورة راجعت معي بدون اي مشاكل. طبعا التطبيق فعال زي ما شفنا مع بعض. لكن طبعا انا بفضل ان انت هتحمل النسخة اللي هي اللي تحتاج روت. ولو انت عندك شروط هتستخدم النسخة اللي انا بشرحها حاليا في الفيديو. الرابطين هيكون موجودين اسفل الفيديو. يا رب تكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم وتكونوا استفادتم منه. سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على صفحيتنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.